موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لازلت مع حضراتكم مع هؤلاء الأقوام الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وكان يحبهم فبعد أن أخذنا معاذ بن جبل في حلقة سابقة اليوم نأخذ رجلا بات عنده النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه للمدينة المنورة إلى أن أتم الصحابة بناء حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وبيته ومسجده فتحول هو أبو أيوب الأنصاري هذا الصحابي الجليل المتفون حاليا في اسطنبول وقد زرته وقد أحبه الأتراك حبا كبيرا وقالوا ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم جارا له عندما وصل المدينة وهو ارتضانا جيران له عندما دفن في اسطنبول يحبونه بشكل يسمونه سلطان أيوب أو أيوب سلطان أبو أيوب الأنصاري هذا الصحابي من السابقين إلى الإسلام شهد العقبة البيعة وبدر وما بعدها ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما قدم المدينة فقام عنده حتى بنى الصحابة بيوته ومسجده وآخ النبي بينه وبين مصعب بن عمير رضي الله عنه وشهد الفتوح وطال به العمر وداوم الغزو واستخلفه علي رضي الله عنه على المدينة عندما خرج إلى العراق روية عن سعيد بن المسيب أن أبا أيوب أخذ من لحية رسول الله يعني شعرات شيئا من شعراته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبك السوء يا أبا أيوب ما دام هاي الشعرات معك لا يصيبك السوء والحمد لله لم يصبه فإلى أن بلغ من العمر قرابة تسعين عاما غزى أبا أيوب أو أبا أيوب الروم فعلى حدود القسطنطينية مرض فلما حضرته الوفاة قال إذا مت أنا فاحملوني فإذا يعني بالصولة فإذا صافعتم العدو يعني وصلت وصار لقاء بينكم بين العدو على أسوار القسطنطينية فاتفنوني تحت أقدامكم سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا حالي هذا يعني على شفى الموت ما حدثتكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ما أحلاها من بشارة وفعلا عند الصولة حملوا أبا أيوب الأنصاري معهم ومات ودفن على أسوار القسطنطينية قريب من الأسوار فقال إذا سألني ربي أقول له يا رب جاهدت فيك حيا وميتا رضي الله عنه وأرضاه هذا القلب الكبير وهذا الصحابي الجليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره أيضا بالجنة وأخذ شيئا من لحية النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها معه إلى أن مات هو يحتفظ ويتبرك بهذه الشعرات للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك أخوة الإيمان هؤلاء الرجال الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يمشون على الأرض كيف تلقوا هذه البشارة كيف تحملت قلوبهم هذا الخبر المفرح رغم ذلك لم يقصروا ما قال أنا بشرت بالجنة ويذهب وينام ويفعل المعاصي ويترك الصدقة ويترك الجهاد ويترك الصيام ويترك الصلاة لا والله وإنما زاد ذلك من يقينهم وزاد ذلك من طاعاتهم وزاد من عدم غرورهم بالدنيا وزاد من توجههم إلى الله تبارك وتعالى هذا الذي كان يفرق وإلا كان بعض الصالحين أو بعض التابعين أكثر منهم عبادة حتى أكثر من الصحابة فلما سئل أحد الصحابة وهو بين مجموعة من التابعين ورعى عبادتهم ورعى صلاتهم ورعى صيامهم ورعى انقطاعهم من الدنيا قال أنتم على خير ولكنكم لا تصلون إلى أصحاب رسول الله قالوا لماذا؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة يعني هذا المقياس هو المقياس المهم ليس كثرة الصلاة والصيام فقط هي المطلوبة ونحن في أيام رمضان فكر في هذا المقياس أزهد في الدنيا وأرغب إلى الآخرة كم تخطر الآخرة في قلبك أثناء اليوم كم تتمنى أن تتقرب وتعلو في درجات الآخرة أثناء الليل والنهار وإلا لا تذكر الآخرة إلا في رمضان لا الفرق كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة هذه هي العلامة هذه هي العلامة أخواني هذا المقياس التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود إيش قد نقدر نحقق من هذا المقياس نحن على خير كلما كنا في الدنيا أزهد وفي الآخرة أرغب نكون إلى الله أقرب لذلك نبحث في قلوبنا ما هو حجم الدنيا وما هو حجم الآخرة فإذا كان حجم الآخرة أكبر فنحن على خير نسأل الله الثبات وإن كان حجم الدنيا أكبر فنستغفر الله من ذلك ونجاهد أنفسنا أن نكون أرغب في الآخرة وأن نزهد في الدنيا قلوا آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر